بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله جميعا الحمد لله والصلاة والسلام وعلى أشترك المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا جمعين حنتكلم اليوم في المحاضرة الخامسة على موضوع الـ بلود انديسس حنتكلم على المين كاربوسكولر فوليوم هذا من البلود انديسس وحنتكلم على حاجة ما هيش بلود انديسس لكن هي مرتبطة بالم سي في أو بالمين كاربوسكولر يسموها الريد ديستريبيوشن وده لها أهمية كبرى لكن أكرر هذه ليست بلود انديسس إذن اليوم إن شاء الله في هذه المحاضرة البسيطة وإن شاء الله السهلة حنقول ما مفهوم الام سي في أو المين كاربوسكولر وحنتكلم على حاجة له علاقة بالمين كاربوسكولر اللي هو الريد ديستريبيوشن وده لكن أكرر الريد ديستريبيوشن وده ليس من الـ Blood Indices طيب الآن Red Blood Indices ما معناها؟ معناها هي عبارة عن measurement أو قياسات هذه القياسات تصف size of RPCs والهيموغلوبين كونتنت إذن الـ Blood Indices عبارة عن قياسات القياسات هذه تصف حجم الـ RPCs وتصف الهيموغلوبين كونتنت هذه نسميها Blood Indices أيش الهدف منها؟ الهدف منها هي Diagnosis of Anemia كيف نشخص الأنيميا؟ طيب تعالوا نبدأ أول شيء زي ما قلنا بالـ Mean Carboscular Volume اللي هو MCV ما معناها MCV؟ معناها أنه Average Size of Single RPCs كم حجم الـ RPCs الواحدة فقط؟ وده على فكرة سبحان الله احنا عاوزين نعرف فقط الـ RPCs الواحدة كم حجمها؟ معرفتنا لحجم الـ RPCs الواحدة نسميه MCV طيب طبعا ذا الجهاز يقيسه عبارة عن ميجرد يقيسه الجهاز طيب الآن بالمنطق أنا عاوز أقيس RPCs واحدة فعشان أقيس RPCs واحدة بالتأكيد أنا عاوز الـ RPCs Volume كم؟ على Total RPCs Count حطل حجم الـ RPCs الواحدة إذن هو بالتأكيد هو الـ RPCs Volume على الـ RPCs Count طبعا نقيسه بالـ FEMTO لتر طيب إذن حجم الـ RPCs أكيد والحجم مدام حجم حنتكلم على هيماتو كريت وعلى الـ RPCs Count نضرب في عشرة بس عشان نوحد الـ نوحد الوحدات فلو كان الأهماتو كريت للشخص الطبيعي 45 وكمان الـ RPCs للشخص الطبيعي 5 مليون وزي ما قلنا نضرب في عشرة عشان نوحد نضرب في عشرة عشان فقط نوحد نضرب في عشرة عشان نوحد الوحدات طيب ده حيساوي كم حيساوي 90 فمتو لتر لكم أن تتصوروا فمتو لتر معناها ناقص 15 يعني very very small size إذن الـ MCV ببساطة هو حجم كرية الدم الحمراء جميل طيب الـ RPCs حقه من 80 إلى 98 أي شخص طبعا الشخص الأدلت من 8 إلى 98 ده فمتو لتر للشخص الطبيعي وهنا نقطة مهمة أنه normal range ده بيكون according to the age بالتأكيد ليس مع شخص طفل عمره سنة أو شخص كبير ده حيوصل تخيله إلى 70 70 طبيعي بالنسبة لطفل عمره سنة طيب الآن هو أساسا بنشتقه من الهيستوغرام وإحنا زي ما قلنا الآن الجهاز هو بيعمله ميجر النقطة المهمة جدا الـ MCV هو بيعمل classification للأنيميا كالآتي لو طلع أنه الـ MCV أقل من 80 فيمتو لتر نقول عليها مايكرو سيتك لو طلع الـ MCV أنه ما بين 80 إلى 98 نقول عليها نورمو سيتك لو طلع الـ MCV أكثر من 98 أكثر من 100 نقول عليه مايكرو سيتك هنا في نقطة مهمة جدا في حاجات بتعمل false increase في الـ MCV زي إيش زي ما أنتم شايفين في الصورة أكيد الـ cold auglutination كبير تجمعت الخلايا كأنها تعطي حجم RBCs كبير وهي false نفس الوضع بالنسبة كمان الماكرو بليتلتس بتكبر في بليتلتس جاينت يسموها جاينت بليتلتس بتقاس كـ RBCs هنا وتعطي كمان false increase للـ MCV بالإضافة إلى الليكو سيتوز لو ما ترتفع الليكو سيتوز بشكل كبير جزء منها خاصة حق الليمفو سيت ممكن تنقرأ كـ RBCs ولأن حجمها كبير هتعطي كأنها MCV لـ RBCs النقطة الثانية بالنسبة للـ false decrease بالتأكيد للـ fragment RBCs fragment RBCs صغيرة جدا فحتعطي false increase للـ MCV النقطة الثانية للنقطة المهمة جدا واللي هحنا نقول قاعدة ذهبية لابد أنه أعمل confirmation بقضية أساسا بالـ blood film الـ confirmation يكون بالـ blood film وممكن confirmation كمان بالـ RBCs الـ histogram طيب في سؤال بنطرح الآن هل الـ MCV يعتبر هل هو مقياس حقيقي أو مؤشر حقيقي تعالوا نشوف لو جبت الخليتين ذي خلية حجمها 125 في 100 لتر وخلية حجمها 55 المتوسط حقهم كام؟ 180 180 لو مقسمها على 2 حيعطينا 90 في 100 لتر طيب لو جبت خلية 95 وخلية 85 في 100 لتر طبعا لو ما أجمعهم حيطلعنا 180 وبالتالي كمان حيطلع لي الـ MCV 90 ما معنى الكلام هذا؟ معنى أنه في الحقيقة ما هواش ريال انديكيتور بشكل كبير ليش؟ لأنه هو مين؟ هو متوسط هو يعطي حجم المتوسط للـ RBCs بمعنى آخر احنا عاوزين مؤشر آخر يعطينا كم عملية الصغر حجم الـ RBCs أو كبر حجم الـ RBCs من هذا المتوسط هذا يتم عن طريق الـ RDW اللي هو الـ Red Distribution Width تعالوا نتكلم الآن عن الـ Red Distribution Width الـ Red Distribution Width هو عبارة تعريفه كالآتي تعريفه أنه بقيس المجر المجر variation للـ RBCs وبالتالي إذا كان فيه variation في الـ RBCs نسمي هذا نسميها Anisocytosis إذن ما معنى الـ RDW الـ RDW هو بقيس الـ Variation في الـ RBCs كلما كانت أحجام الـ RBCs مختلفة إذن حنسمي هذا الموضوع حنسمي أنه increase في الـ RDW وبالتالي نسميها Anisocytosis طيب الآن قدامكم في الكرف اللي على الشمال واضح أن الكرف على الشمال أن الـ RDW متقاربة مع المين فبالتالي ما فيش أحجام مختلفة لكن في الكرف الثاني شايفين كيف الكرف الـ واسع ما معنى الكرف واسع معناها أن الـ Variation في الـ RBCs عالي جدا وبالتالي نقول هنا في Anisocytosis طيب كيف نقيسها نقيسها طبعا Calculated هو يحسبها الجهاز Calculated وفي معنا Two Parameters في الـ RDW Coefficient Variation وفي الـ RDW Standard Deviation بالنسبة للـ RDW Coefficient Variation هو بيقيس One Standard Deviation للـ MCV على الـ MCV في 100 فبالتالي لو نقول احنا MCV ما معنىها معنى الـ Hematocrit والـ RPCs لكن عشان نقيس اللي هو الـ RDW Coefficient Variation بنقيس One Standard Deviation نقسمه على الـ MCV ونضرب في 100 حيطلعنا الـ RDW الـ RDW ذي في الـ Coefficient Variation النوربان رينج حقها من 11.5 الى 14.5 وهنا نقطة مهمة جدا الـ RDW Coefficient Variation مهم جدا ويعتبر بيست ماركر في المايكروستيك اي مايكروستيك احنا نفضل نقرأ الـ RDW Coefficient Variation طيب بالنسبة للـ RDW Standard Deviation النوربان رينج حقه من 35 الى 45 في متوليتر النقطة اللي مهمة هنا تتم تتم انه يرفعوا 20% من الـ Base Line او من الـ X Axis يرفعوا 20% العشرين في المية اللي من جهة الشمال بتكون عشان يبتعدوا او to avoid الماكرو بلايتلتس والبلايتلتس كلامبين والعشرين في المية اللي جهة اليمين عشان يبتعدوا من اي اغلوتريشن واي اوبر لارج للخلايا فبالتالي يخلوه يطلع يطلع الى 20% مع العشرين في المية يقيسه قضية ما نسميه بال-RDW Standard Deviation طبعا بالتأكيد ال-RDW Standard Deviation هو More Accurate وليش More Accurate لانه ما يعتمدش على الـ MCV خالص هو بيقيس تماما قياس بعد ما ياخذ عشرين في المية بيقيس القياس هذا هو عملية ال-Variation بال-Standard Deviation لكن احنا قلنا بس حاجة مهمة جدا انه RDW Co-Efficient Variation طيب في نقطة مهمة هنا جدا اذا زاد ال-RDW ما معناها معناها ان ال-Variation في ال-RBC في ال-RBC عالي وبالتالي معناها Anisocytosis هذه نقطة مهمة جدا لكن في نقطة ثانية مهمة ما نقدرش نقول ان في ديكريز في ال-RDW ما نقدرش نقول لانه هي ال-RDW Within Normal Range لانه اساسا البون مارو ما يطلعش السيم ال-RBC البون مارو يطلع بأحجام مختلفة فهو يائد تكون لأحجام المختلفة ذي متقاربة وبالتالي تكون في ال-Normal Range لكن ما نقدر نقول ان في ال-RDW فهي تكون في قضية ال-Normal Range طيب في نقطة مهمة جدا هنا انه ال-RDW هو خاصة هو ال-Best Marker في ال-I-R Deficiency لكم ان تتصوروا في هذه الحالة في ميل عمرها 30 سنة كل الماركر ال-Hemoglobin ال-RPC ال-PC او ال-Hematocrit كلهم وال-MCP كلهم في الطبيعي في الوضع الطبيعي لكن لو لاحظتم الماركر ال-RDW حيكون 16.2 ما معنى 16.2 انه بدأ في انيسوسايتوزيس هنا يفترض يكون في ماركر ان هذه الفيميل عندها بداية Iron Deficiency أنيميا وحتتتحول الى Iron Deficiency أنيميا في المستقبل ان عندها deficient في ال-Iron وبالتالي حتتحول الى Iron Deficiency أنيميا ولذلك واحدة من الأشياء المهمة وحنتعلمها سويا لو ما نقرأ ال-CBC ان احنا يكون كمان عيننا على RDW فلو شفنا ال-RDW مرتفع معناها ان في انيسوسايتوزيس وهذا انديكيشن على انه بداية ال-Iron Deficiency وبالتالي حيتحول ال-Iron Deficiency أنيميا النقطة الثانية اللي هي ال-RDW مهم جدا في المونترينج للثيرابي لكم ان تتصوروا انه شخص يعني كان عنده مثلا ال-RDW مثلا 17-18 بدأ اعطي له علاج كلما ارتفع ال-RDW معناها انه هذا حاجة كويسة ان العلاج شغال كويس ليش لانه في معايا خلايا اللي هي ال-RBC او كريات ال-RBC اللي موجودة معايا بدأ البون مارو بالاحجام الطبيعية فالخلايا اللي طلعت بالاحجام الطبيعية بالاضافة الى ان في خلايا سابقة حجمها صغير ففي ال-Variation حيزداد زيادة هذا ال-Variation ال-Anisocytosis زيادة ال-RDW معناها انه فعلا The Good Prognosis وانه فيه منوترينج للثيرابي النقطة الثالثة والمهمة جدا ان ال-RDW هو اللي بيكشف ال-Seedothrombocytosis كيف تعالوا شوفوا هذه الحالة طبعا انا ما اعملش الوحدات بس عشان تكون الارقام واضحة بالنسبة لكم ال-RPC 3.5 مليون ال-Hymoglobin 8 23.5 ال-MCV 51 MCH 17.5 MCH 33 RDW 30 990 تخيلوا هنا فيه ثرومبوس سيفير ثرومبوس طيب الآن شوفوا لما اقرأ نتيجة دي اول شي اشوف ال-MCV ال-MCV 51 تخيلوا احنا قلنا normal range من 80 إلى 90 هذا 51 ليست المشكلة هنا طبعا واضح انه ماكرو سيتك واضح لكن المشكلة هنا اللي يكشف للموضوع ال-RDW ال-RDW 30 ما معنى 30 تخيلوا ال-MCV 51 وال-RDW 30 معنى انه خلايا او في كريات دم حمراء كريات الدم الحمراء متناهية في الصغر قد يصل إلى 30 فمتوليتر لانه ال-RDW واسع جدا فهذه النقطة ما معنى معنى ان البليتلس اللي زادت في الحقيقة هي انقرأت ال-RBC كبليتلس لصغرها لانها متناهية في الصغر فقرأها الجهاز كصفائح دموية ولم يقرأها ك-RBC ومن هنا بنقول ان ال-RDW بيكشف عملية السيدو ثرومبوسايتوزيس النقطة الثانية طبعا وهذه نقطة مهمة جدا الحل في هذا الاشكالية انه لابد نعمل بلد فيلم عشان نعمل استيميتد للبليتلس لما اشوف 1-990 البليتلس لابد قبل ما اطلع نتيجة اشياء اعمل بلد فيلم عشان اتأكد او اعمل استيميشن لقضية البليتلس هل هي فعلا في هذا العدد اللي طلعوا وإلا في عملية انها سيدو ثرومبوسايتوزيس كنت معكم في ما مضى في قضية البلد انديسيس تكلمنا على واحد اللي هو الامسي في شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة